توقعات الخميس الموافق 27 أبريل 27 نيسان 27 أربعة عالفين 23 هيكون عندك كتير من التزامات المهنية والتعتبر فيه شغلك النهاردة زي الإجراءات اللي هتجيب لك دخل إضافي في شغلك ببشرك في اليوم ده بأخبار هتبقى بتتعلق بتطور كبير في مشكلة صحية عندك مع شخص انت بتعرفه يوم الخميس هيحصل فيه حدث مهم جدا في حياة شخص من دائرة أشخاص اللي بيقربوا لك هيجي لك النهاردة بأخبار مهمة لها طبيعة مالية كبيرة في أسرتك بالنسبة لكل الأشخاص النهاردة هيكون اليوم يوم سلمي بشكل واضح حتى لو كنت بتتجنب انك تنخرط في مهمة فيها مسئولية عليك هتخلق توتر واضح وخوف غير مرغوب فيه في اليوم ده هيبقى متعلق بالمهمات اللي عندك والمدفوعات اللي بتبقى مختلفة قدامك هتسوي حسابات كتيرة فيها علاقات مالية كتير هتخطط من خلال نفقات عندك جاية لك هتلقى النهاردة أموال كتيرة بالنسبة لك هتجيب لك احتزازات مالية قوية جدا هتكون انت جاهز لها في الفترة يوم الخميس النهاردة هتدي نفسك استراحة من الشغل المزدحم وهتدور عن مكاسب مالية في اليوم ده عشان تشتغل مع نفسك الداخلية أكتر وتستمع لحدسك في معضية كتير حاجاتية مهنية مهمة بالنسبة لك هتركز كل طاقتك على كل الأفكار اللي بتبقى بتحصل في الأيام القليلة اللي فاتت النهاردة هتبص بعناية أكتر وبأحكام أكتر على أي اللي ممكن تحقق من خلاله بأي طريقة ممكنة تستخدم بيها قوتك بحكمة لكن ما تتجهلش نقاط ضعفك أو عيوبك مش هتعرف تحبط نفسك وهتطلع أفضل نواياك النهاردة وهتحلم بيوم حلو جدا هتبقى أبطأ تفو في الغيوم ما تفقتش اتصالك بالواقع بشكل كبير كل الأخطاء المحتملة في اليوم ده إنك ما توفيش بوعودك التزمت بيها قبل كده ليهم هيشكل المريخ مربع النهاردة اللي كتير مننا في الصباح هنتحس بجروح عاطفية عندنا قديمة حتى لو كانت قديمة هتحسها مفتوحة هتمكن تبقى بتأثر علينا وبتعمل لنا ضغط في الفترة دي بالإضافة للتهيج اللي ممكن نبقى بنحس به الصعب إننا نعبر عن رغباتنا وغضبنا بشكل واضح النهاردة بشكل مباشر هنكون أبطأ شوية في إننا نميل للتمرد ضد رغبتنا أو خطط الأشخاص اللي حوالينا مع الجانب ده هيبقى فيه دفاع أكتر وحساسية أكتر من ناحيتنا المثالية هنتوصل مع كل اللي بيحبطناه هيبقى فيه جانب ده دفاعين وحساسين أكتر من ناحيتنا المثالية هنتوصل مع كل الحاجات اللي بتحيط بينا مع ظهور الأمر في برج الأسد هنبتدين نتاكل بسهولة أكبر من منطقة راحتنا هيبقى عندنا مشاكل لأنحسنا وابداعتنا مع كل الأشخاص اللي حوالينا في العبور ده هنبقى صدقين أكتر وعارفين نتنافس بمحبة وحتى لو كان الوقت متأخر هيبقى بيحصل أمر الربع الأول لما يبقى بيتشاكل الشمس في برج السور مربع مع الأمر في برج الأسد هيبقى بيحصل بينا موضوع في أزمة بأي مرحلة في الربع الأمر ده هنبتدين نحسن بإننا مضطرين إذا بدنا ياخد إجراءات وبكده بنكون وصلنا لأخر الفيديو لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك ولو لسه مشتركتوش يريد تشتركوا اتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد معي أربع أكبر بكم وبدعوكم لي ترجمة نانسي قنقر